موسيقى 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 هما قوة الحق علم وجس أمان لأهل البداع وصار هما قوة الحق علم وجس أمان لأهل البداع وصار فبالعلم تسدل أمتنا وبالسيف تضطع كل الرقاص أطوري أحبك حمر الدراص وعشتك كلا في إيمان الشباب تعالي الحد على سمى المجد فيك وراح أعوان مطر والسحاة موسيقى 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 أخذنا آخر محاضرة عن التسوية البنكية وكننا لكم رح نعطيكم مثال ثاني على التسوية البنكية التسوية البنكية كنا لكم شو الهدف العام من التسوية البنكية احنا كل شركة من الشركات بكون فيلها حساب لدى البنك هذا الحساب اللي عند البنك بكون الهدف الرئيسي منه انه بدل ما انا اخزن النقدية عندي داخل الشركة ويكون في مخاطر على حفظها وعلى آخره انا بروح بوضعها في حساب خاص فيه لدى البنك فانا لما بقول حساب الشركة لدى البنك انا بقصد فيه او لما بقول كلمة البنك وبقولها انها اصل من الاصول المتداولة عندي انا قصد في البنك اللي هو رصيدة لدى البنك تمام الان انا بوضع عموالي لدى البنك بتكون في عندي حركات بكتب شكات بتنصرف شكات للصالحة يعني انا باخد شكات من زبائن وبوضعهم في رصيدة في البنك وبتاريخ الاستحقاق البنك بحط اللي قيمتهم في رصيدة البنك طبعا باخذ عمولات وباخذ فوائد احتمال انا اكون حاطة لدى البنك وداء واخذ انا فوائد وعوائد مش كل حركة بيعملها البنك بتصل تلفون على الشركة بكلهم هاينا نزلنا من حسابكم دولار او 2 دولار مثلا عمولة هو بالعادي مفروض انه برسل اشعار الى الشركة انه قيدنا على حسابكم مثلا 2 دولار بدل عمولة الان موظف الشركة بتاخر حتى يصلوا الاشعار او بتاخر حتى ياخذ كشف الاشعارات او كشف بنكي من البنك على اساس يشوف كم انخصم عليه بنهاية الفترة اللي بديعمل فيها التسوية البنكية رح يلاحظ انه في فروقات بين رصيد البنك اللي جاي في كشف البنك وبين المبلغ اللي هو مقيد اللي قيدوا في دفاتر الشركة الان هذا الفرق قلنا لكم برجى لا نمر فيش صوت ممكن عندك بكي عندكم صوت او السلسة معكم نيح انا تمام الان هذا الفرق برجى لعدة اسباب من الاسباب افحص الصوت يا نمر عندك من الاسباب اللي بعمل او اللي بتعمل هاي الفروقات عنا اول اشي قلنا لكم عساس نعمل مراجعة للمكانوش موجودين عنا اداعات في الطريق ايش نقصد في اداعات في الطريق اداعات في الطريق هي عبارة عن اي مبالغ ارسلها المحاسب او الشركة ارسلتها مع امين الصندوق حتى يدعها في البنك او دعها بعد تاريخ الكشف يعني انا مثلا في واحد اربع او بثلاثين ثلاث كاعد بعمل في كشف مطابقة لرصيد البنك الكيت انو في مبالغ اداعات في الطريق انا مسجلها انها موجودة في البنك في واحد وثلاثين ثلاث بينما امين الصندوق لما راح يدعها كان مثلا البنك مغلق فاضطر يدعها في واحد اربع فانا بقول هاي الاداعات تلقائيا اكيد انضافت على حسابي بتأكد منها انضافت على حسابي في كشف البنك بس في واحد اربع والكشف اللي عندي انا لو واحد وثلاثين ثلاث فشو بعمل بضيف هذا المبلغ اكشف البنك وبشوف اطابق او لا ليش انو هذا المبلغ لازم ينضاف على كشف البنك حتى يطابق كشف البنك مع كشفي يعني انا بكشف مسجل انو فيه اداعات يقيمة ثلاثة الف دولار بس في البنك مش ظهرات هنى ظهرات في تاريخ واحد اربعة وانا بعمل في التسويه في واحد وثلاثين ثلاث انا بده اتأكد انو المبالغ مطابقة في واحد وثلاثين ثلاث في كشف البنك للكشف اللي انا مسجل عندي لحسابي في البنك تمام؟ لانو انتو بتعرفو انا بعمل حسابتي دفتر الاستاذ بعمل دفتر الاستاذ لكل حسابات اللي عندي اللي هي من ضمن هالبنك صح؟ فبكون في رصيد للبنك لما بعمل حساب التيل هو التصوير لما بدأ أصور دفط الأستاذ للبنك تمام بلاقي في رصيد هذا الرصيد هل هو مطابق لورقة الكشف اللي أجدت من البنك لازم يكون من الطابقات تمام لان أنا شو بعمل عشان يطابقين بضيف أي إيداعات في الطريق مسوان بضيفهم بضيفهم على بعمل زي هذا الجدول تمام بحط في الجدول شغلتين بقول رصيد حساب البنك كما هو في كشف البنك يعني زي ما أجاني الرصيد في كشف البنك وبقول رصيد حساب البنك كما هو في دفتر الشركة أو في دفاتر الشركة يعني زي ما هو في دفتر الأستاذ بحط مبلغه وزي ما هو في كشف البنك بحط مبلغه الآن إذا فيه بين الفروقات بصير أبحث شو هاي الفروقات. إذا عاد في الطريق بضيفها على رصيد حساب البنك كما هو في كشف البنك. ليش؟ لأن لو بضيفها على رصيد البنك في دفاتر الشركة. إيش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي ازدواجية. ما أنا تلقائيا زدته في 31 ثلاث مثلا المبنى. ليش تأرجع أضيفه مرة ثانية؟ لا أنا لازم أضيفه على كشف البنك. بشوف إذا طابق كشف البنك مع كشفه بطلع الموضوع أوكي. تمام؟ هاي أول نقطة اللي هي الإداعات في الطريق. بضيفها دائما على رصيد البنك كما هو في كشف البنك. تمام؟ الآن في عنا أخطاء في دفاتر البنك لصالح الشركة. يعني إذا البنك بدل ما يسجل لنا دفعة بخمسمية سجلها بأربعمية تمام؟ هاي نادرة الحدوث تبعا الأخطاء. بس لو صارت أي أخطاء في دفاتر البنك لصالح الشركة بزيدها. وبشوف كديش مجموع الإضافات اللي ضفتها وكديش صار المجموع الكل. تمام؟ إذا أنا بضيف على رصيد البنك كما هو في كشف البنك أي إداعات في الطريق. زاد أي أخطاء في دفاتر البنك لصالح الشركة. تمام؟ في عندي شغلات هون لازم أطرحها هاي إشارة التطرح. هاي إشارة إشارة التطرح. تمام؟ هاي إشارة 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 التطرح. الآن في عندي أشياء أطرحتها بدي أطرحها مثل شكات لم تصرف بعد. شو بقصد شكات لم تصرف بعد؟ شكات لم تصرف بعد. القصد فيها شكات أنا كتبتها. تمام؟ شكات أنا كتبتها. وعطيتها لزبائن وزبائن لازم يصرفوها بتاريخ مثلا 31-3 بس الزبائن ما أصرفوها أنا مسجل عندي إنه الشكات تم صرفها بس في كشف البنك ما ظهرت تمام؟ فأنا باجي بقول على افتراض إنه تم صرفها عساس أطابك أنا الرصيد اللي هون رصيدة في الدفاتر بكون تلقائيا انطرحت منه الشكات التي لم تصرف بعد تمام؟ لأن أنا شو ما تطوب مني؟ أجي أقول هاي الشكات لم تصرف بعد يعني ما ظهرت في كشف البنك فبدي أعتبر إنها صرفت هل بيحصل عنده تطابق ولا لا؟ فباجي بنقص أي شكات لم تصرف بعد من وين بنقصها؟ بنقصها من رصيد حساب البنك في كشف البنك يعني بنقصها من كشف البنك ليش بنقصها من دفاتره؟ لأن أنا افترضت أصلا إنها تم صرفها يعني أنا نقصت وخلصت من دفاتره تمام؟ فعساس أوصل لرقم صحيح لمطابقة صحيحة لازم أنقصها من كشف البنك تمام؟ شكاتها متصرف بعد بطرحها من كشف البنك وفي أن أي أخطاء في دفاتر البنك لصالح البنك يعني مثلاً إذا البنك نقص مني دفعة بقيمة 300 تمام؟ وهي لازم 3000 على سبيل المثال أنا أبقى مسجلها عندي 300 300 سجلها بالرقم الصحيح بس البنك مسجلها 300 فباجي بطرح بقول البنك في لصابحه 7000 بنقص من كشف البنك أي مبالغ فيها أخطاء لصالح البنك تمام؟ برضو هاي شغلات يعني نادرة الحدوث نادرة الحدوث بس ممكن تحصل تمام؟ الآن بشوف كداش اللي طرحنا المبارغ اللي طرحناها بشوف كداش المبارغ اللي جمعناها وبضيفها على المبلغ اللي بكون عندي في كشف البنك يعني البنك كلي رصيدك 10,000 دولار بزيد عليه أي إداعات في الطريق بزيد عليه أي أخطاء في دفاتر البنك لصالح الشركة وبنقص منه شكيات لم تصرف بعد وبنقص منه أخطاء في دفاتر البنك لصالح البنك بشوف كم بصير الرصيد عندي تمام؟ ناثر lihat exwater� الشركة آجل على كشفه على كشف الشركة اللي هو دفاتر الشركة بحط كم الرصيد اللي في الدفاتر اللي هو الرصيد اللي في دفتر الأستاذ الرصيد المدينة اللي بيكون على حرفة T لما باج بعمل ترحيل وليس بكون في عندنا رصيد باج بشوف کداش كلمة الرصيد المدينة اللي اللي عندي وبوضعها هون جنب رصيد البنك ما هو في دفاتر الشركة الآن في تحصيلات بيكون المصرف بيحصلها لصالح الشركة هناك تحصيلات المصارف حصلتها لصالح الشركة مثلاً، انا وديتكم بيالة معيكم بيالة وديتها للمصرف على اساس المصرف يحصل لقيمتها في تاريخ استحقاقها، المصرف حصل لقيمتها ولكنني لا أعرف ان المصرف حصل لقيمتها لا أوده للمصرف إشعار، فأنا لا أمسجل للمبلغ عندي فأنت أريد أن أضيف على رصيد البنك الذي لدي تحصيلات المصرف لصالح الشركة تحصيلات المصرف لصالح الشركة بزيدهم على كشف البنك اللي عندي يعني بزيدهم على رصيد دفتر الأستاذ اللي عندي اللي هي تحصيلات المصرف لصالح الشركة وأي أخطاء في دفاتر الشركة لصالح البنك بزيدهم في دفاتري، تمام؟ أي أخطاء في دفاتر الشركة لصالح البنك بزيدهم في دفاتري، يعني أنا مثلاً عندي شكي بـ 2500 تمام؟ سجل انه قيمة الشك 2000 بدل ما يسجل انه 2500 البنك خاسم 2500 انا خاسم من دفاتر 2000 فباجي بزيد مبلغ 500 لانه هذا الخطأ لصالح البنك بعتبره انا خاسم 2000 من رصيدة في البنك بس فعليا الشك اللي انا مطلعه مش 2000 2500 فباجي بزيد اي اخطاء في دفاتر الشركة لصالح البنك وين بزيد هذولا بزيدهن على رصيد دفتر الاستاذ اللي بكون في دفاتر يشوف اكداش مجموع الاضافات وبنقص شكات اللي بدون رصيد شكات wtedy بدون رصيد اي شكات واردة بدون رصيد اي شكات واردة بدون رصيد انا اجاني شك من سبو اعتبرت ان الشك تم صرفه فزدته على حساب البنك زدته على حساب البنك اللي إلي تمام؟ الآن بس روحت جيب تكشف البنك لكيهت إنه هذا الشك ماروش رصيد وصاحبه ومش دافع قيمته فأنا ليش أقول إنه مبلغه موجود في البنك أنا مسجل في دفاتر إنه مبلغه موجود في البنك فعساس أوصل لرقم صحيح باجي بطرح قيمة أي شكات واردة بدون رصيد تمام؟ الآن في عنا أي أخطاء في دفاتر الشركة لصالح الشركة في عنا أخطاء في دفاتر الشركة لصالح الشركة يعني مثلا أنا في عندي شك بقيمة هسا رح نوقد عليها مثال على كل الأشياء التي ذكرناها أنا في عندي شك مثلا بقيمة 3000 دولار أنا مسجل في دفاتر بدل ما أسجل إنه الشك اللي صادر عني 3000 دولار مسجل إنه الشك اللي صادر عني مثلا بقيمة 5000 دولار الآن يجب أن ينزل من حسابي 3000 دولار هذه الأخطاء لصالح الشركة لدينا أي مبالغ تم خصمها من قبل البنك ولم تسجل في دفاتر الشركة لدينا مثلاً البنك خصم علينا عمولات خصم علينا فوائد خصم علينا عمولة تحصيل كومبياني عمولة إدارة حساب عمولة إصدار دفتر شكات على سبيل المثال كل هذه العمولات أحسمها من الحساب بس وين بخصمها؟ بنزلها من دفاتر الشركة بنزلها من دفاتر الشركة من حساب البنك في دفاتر الشركة خلينا نأخذ مثال ونحله على التسوية البنكية ليس في دفتر الأستاذ يا حمزي بنضيفه على رصيدنا اللي كنا واصلين إله في دفتر الأستاذ تمام خلينا نأخذ مثال تمام يا سيد خلينا نأخذ مثال ثواني بس أساس أنسخوا هاي عندنا مثال تمام في عندنا مثال كان رصيد شركة الولاء في واحد وثلاثين خمسة الفين وسبعتاش في حساب البنك أربعة وعشرين ألف دولار تمام؟ يعني هاي في كشف البنك في حساب البنك كما ورد في كشف البنك يعني إحنا رحنا جبنا كشف من البنك أنا شركة الولاء مثلا رحت جبت كشف من البنك إحكيت إنه رصيدة في كشف البنك أربعة وعشرين ألف دولار تمام؟ وفي دفاتري أنا مسجل إنه قليل في البنك ثمانتاشر ألف الآن في فرق بينهم صح؟ بس مش شرط ثمانتاشر ألف صح ولا شرط ثمانتاشر ألف صح بدي آجة أعمال تسوية أتأكد إنه رصيدة مطابقة لرصيد الشركة في فرق ستلاف بدي أشوف وين الفرق فباجة أول إشي شو بعمل أنا في كشف البنك كدش رصيد البنك ظهر عندي رصيدة؟ أربعة وعشرين ألف فباجة بقول هنا رصيد حساب البنك كما هو في كشف البنك أربعة وعشرين ألف أربعة وعشرين ألف دولار تمام؟ بينما رصيد البنك كما هو في الدفاتري كدش؟ ثمانتاشر ألف دولار ثمانتاشر ألف ثم نغير خطة هاي على أساس أن نشتغل نعم هاي المعلومات اللي في هاي الجملة دخلناها هاي رصيد حساب البنك كما هو في دفاتري الشركة ثمانتاشر ألف قيمته تمام؟ خمس آلاف ثمانتاشر ألف قيمته خمس آلاف ودينا مع الأمير الصندوق خمس آلاف دولار على أساس يدعهن في البنك هذا سأتحدث بتاريخ وعد ثلاثين خمسة فهو راح بواعد ثلاثين خمسة مثلا نغلق أو داحن في تاريخ واحد ستة ألفين سبعة سبعة ثمانتاشر ألف قيمة أو داحن بواحد وعشرين عفوا أو داحن بواحد ستة ألفين سبعة سبعة تمام؟ الآن هاي إداعات في الطريق كلنا راح نضيفها آه بتعملوا نفس الجدول الآن الآن سهل سهل الجدول هسر نرجع نشرح مرة ثانية راح نضيف أي إداعات في الطريق انت بكون كمعترر مش فاهم يا فارس يعني أستاذ بحكت لك في الامتحان انت بتكتب الرصيد الحساب وتبع الشركة أوه أنا بكما أعطيك إياه رصيد الشركة ورصيد البنك بكما أعطيك إياه أي أساس في الطابق بسهر تمام؟ عنا إداعات في الطريق بكيمة خمس ألاف دولار هاي نضيفنا الإداعات اللي في الطريق تمام؟ خلصناها هاي النقطة لا يا أسي مذكرة التسوية البنكية بنقدر نعملها وانت ما بدنا بأي لحظة بدنا إياها بنعملها تمام؟ بس غالبا بعملوها شهري المحاسبين غالبا بعملوها شهري تمام؟ 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 طيب في عنا شك شكات لم تصرف بعد في عنا شكات لم تصرف بعد تمام؟ في عنا شكات لم تصرف بعد بقيمة 600 دولار وبقيمة 900 دولار خلصنا بس اشكتها بحشانة الطابق برشي 5-29 5-29 نحن لطق في شواطة المتواضح لني تنقص أي شكات تمتصرف بعد بس أنا دقيقة عدتا ستخليني تصوي مع بعض Arts, دقيقة عدتا ستخليني تصوي مع بعض الساد سمعني؟ آه سمعك صوتك بشواضح؟ أتخانيش بالمرة لان كنت أريد أن أجمع بس المبلغ انت بتحكي بقطع الصوت تمام خلينا نيجي على شكات لم تصرف بعد تمام نيجي على شكات لم تصرف بعد خلينا نحط هاي 3600 دولار في عنا شكات لم تصرف بعد انا شك ركم اربعمية وخمسين بقيمة 3600 دولار وفي عنا شك ركم اربعمية وتسعة وخمسين بقيمة تسعمية دولار لم تصرف بعد الآن اي شكات لم تصرف بعد احنا في البنك ايش منعمل فيهين سننزلهم من كشف البنك لأنها قلت لكم أي شكات لم تصرف بعد سأطرحها من حساب البنك أي شكات لم تصرف بعد سنقصها من حساب البنك سأكون هنا ناقص 4500 الآن مجموعة الإضافات 5000 المجموعة الكل اللي صار عنا اللي هو 29000 ناقص شكات لم تصرف بعد بيطلع عنا اللي هي مجموعة ما تم طرقه ناقص 4500 يطلع عنا المجموعة النهائي 24500 الرصيد المعدل في دفاتر البنك أو على كشف البنك تمام؟ الآن في دفاتر الرصيد اللي أنا مسجل 18000 الرصيد اللي عند البنك كنتيش صارت قيمته 24500 باجي بتطلع شو عطاري معلومات كان اللي حصل المصرف مبلغ 7000 دولار بدل كومبيالي أو دعتها شركة الولاء في المصرف من أجل تحصيلها مقابل عمولي قيمتها 410 دولار فأنا رح أزيد التحصيلات اللي هي بقيمة 7000 ورح أنقص السحوبات اللي سحبها البنك من حساب اللي هي 410 دولار تمام؟ فباجي هون شو بأعمل؟ بقول تحصيلات المصرف في صارح الشركة 7000 دولار وفي عندي مبالغ تم خصمة من الحساب من قبل البنك ولم تسجل في دفاترنا اللي هي ناقص 410 دولار هاي زائد 7000 دولار تمام؟ ظل عندنا آخر نقطة دكتور انت بتعطينا الجدوار؟ لا الجدوار انت رح تكتبوه دكتور ايوة انت الشكابت اللي لم تصرف بعد انت جمعتهم مع بعض يعني؟ اه جمعتهم مع بعض 3600 و900 هاي طلع مجموهنا 4500 اه خالصا تمام؟ في عنا شك بقيمة 2650 صادر عن الشركة لصالح شركة الوليد تم صرفه وسجله المحاسب في دفاتره بقيمة 2560 الان هذا الشك بقيمة 2650 دولار صادر عنا احنا مسجله في دفاترنا 2560 يعني احنا بنزلين من حساب البنك اللي عنا فقط 2560 دولار بس احنا لازم ننزل 2650 يعني فيه 90 دولار احنا ما نزلناهن فمنيجي هون نطرح التسعين وبننزلهن تم صرفه يعني اصرفناه احنا اه ونزل من حساب البنك عنا 2650 بس احنا مسجلهن في دفاترنا 2560 يعني نقصنا من حساب البنك اللي عنا فقط 2560 احنا لازم ننزل 2650 بروح بنزل الفرق اللي هو 90 دولار تمام صاح بحكيك حامل نحط الفرق مش الرقم ايوا بحط الفرق مش الرقم صحيح الان مجموع الاضافات عندي 7000 المجموع الكل صار عندي 25000 رقم 18000 زائد 7000 25000 تمام مجموع ما تم طرحه 500 باجي بقول 25 ناقص 500 بتطلع عندي 24000 24500 مطابقات هاي الرصيد حسب دفاتري والرصيد حسب دفاتر او حسب سجلات البنك تمام طلع الرصيد عندي مطابق رصيدة في الدفاتر مطابق للرصيدة في البنك تطلعوا كان المبلغ اللي كان موجود في البنك كانت قيمته 24000 صح؟ وفي دفاتري 18000 لا رقم صح ولا الرقم اللي في كشف البنك هو الصح لما عملت تسوية ضفت الإداءات اللي في الطريق نقصت الشكات التي لم تصرف بعد وزدت التحصيلات ونقصت العمولات ونقصت الأخطاء طلع عندي الرصيد مطابق 24500 في الحالتان تمام؟ احنا فينا السؤال نزلنا لكم إياه على الأماس هكولي فيه خلال 28000 لازم بدل 280000 فبرجع براجع إن شاء الله بشوفكم إياه وبعدل لسه ما راجعتم تمام؟ بس بشكل عام بهاي الطريقة بنحل إحنا التسوية البنكية ضاير معانا دكيكتان بعض الشرح أو دكيكتان هذا أستاذ؟ بدنا نطلع ونرجع بث ثاني تمام؟ بدنا نطلع ونرجع بث ثاني على السريع نعطيكم مثال ثاني بنحله مع بعض تمام؟ ماشي يا سيل بنصلحه بنصلح إن شاء الله طيب يلا حالينا نطلع خمس دكائي عشر دكائي قدو لكم بريك وبنرجع بنكمل بسرحين كاعدكم ساعة إن شاء الله بنكاعدكم وقت أقل تمام؟ مش فاهم بدنا نحل على نفس الدد ولا؟ آآ بدنا نحل بدنا نحل على نفس السؤال التسوية البنكية تمام؟ هلسا بنزلكم رقم اللقاء جديد عساس تدخل عليها مرة ثانية دكتور وقتش منخلص المادة المادة؟ المادة؟ خير لسا نهار بأول ويامن بدنا وقت بدنا وقت بعين الله دكتور الله بعين طيب خلينا نخلص هذا اللقاء سننزلكم الرقم الجديد تمام؟ يعطيكم العافية لأنه لما أنا طرحت زي ما كان موتو بطلع سالب ساين هو بطلع موجب تساين حس الصح رح يطلع ساعدت سيني في واحد ثلاثين لاتماش اللي فهم ساعدت باش اللي بايش باحد ثلاثين نحن رحي باحد ثلاثين اللي فهم ساعدت باش اللي بايش باحد ثلاثين اللي بايش باحد ثلاثين اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 بلغ رصيد المحلات في هذا المصرب 13500 دولار فبعد هنا أقول 14500 دولار رصيد المحلات لدها أو كما هو في كاشف البنك تمام 13500 دولار في عنا إداعات في الطريق بقيمة 600 دولار كنا إداعات في الطريق شو نعمل فيها ناقل بزيدها على كاشف البنك صح هيني قلت لكم إداعات في الطريق بزيدها على كشف البنك أي إداعات في الطريق بزيدها على كشف البنك فباجي هون شو بأعمل 14100 كمية إداعات في الطريق 600 دولار صح باجي بضيفها على كشف البنك ويكون زائد 600 دولار اللي هي إداعات في الطريق خليني نجل النقطة البعدها الشكات المحررة الآتية من قبل محاسب المحلات لم تقدم للصرف الآن الشكات التي لم تقدم للصرف شو بعمل فيها؟ بدي أطرحها من كشف البنك صح؟ بدي أطرحها من كشف البنك كمية قيمتها؟ 5100 واحد بقيمة 3000 والثاني 2100 فبعش يقول هنا كدهش كنا قيمتهن؟ خمسة ألاف ومية ناغز خمسة ألاف ومية اللي هي شكات لم تقدم الصرف بعض تمام؟ ناغز خمسة ألاف ومية ناغز خمسة ألاف ومية ناغز خمسة ألاف ثلاثتاشر ألف وخمسمية ناغز خمسة ألاف ثمانتاة ألاف وخمسمية كنتيشة بفرونت؟ 9000 9000 ناغز خمسة ألاف ومية 9000 صحيح هاتي بقول 9000 الرصيد المعدل في كشف البنك تمام؟ حسنا ننتج على دفاتر لماذا نسجل قيمة البنك في دفاتره؟ 8700 8700 تمام، بس تفعل موايقات لأنني سوطة ألاف تمام، باجة بقول 8700 9000 رصيد البنك كما هو في دفاتر الشركة تمام؟ الان باجة بطلع في عند تحصيلات لصالح الشركة اللي هي كومبيال بمبلغ ألف دولار صح؟ هاي بدي أزيدها على كشف البنك على كشف البنك على دفاتر صح؟ فباجة بقول هون باجة بقول زايد ألف هي كومبيالات حصلها البنك بصالح المنشأة طيب، في عندي هون شكات بدون رصيد شكات المعادة، شكات بدون رصيد شو كنا بنعمل فيها شكات بدون رصيد؟ بدي أطرحها، صح؟ و... و... في عندي عموري بمقدار عشرة دولار بدي أطرحها فباجة بقول خلينا نعلمها أنه عملناها أهلا، ال726 قيمته لشك شكات بدون رصيد مرتجعة في عندي ناقص 10 دولار اللي هي أمورة إصدار دفتر شكات تمام أمورة إصدار دفتر شكات ظل عنا اللي هو الخطأ المحاسبة أنا بدل ما أسجل 1226 سجلته 1262 تمام أنا وحد لنا يا هاي النقطة شو يستاذ في عندي هون الشك قيمته 1262 مسجله أنا القيمة الصحيحة إلو 1126 هاي هاي النقطة اللي معلم عليها أخط الفرق يا دكتور آه كديش الفرق 36 36 36 بدي أجمع بدي أضيفه أقول زائد 36 زائد 36 خطأ في تسجيل الشيك بس رقم الشك كلنا مية وستة تمام لآن نجمعهم ثمانتلاف وسبعمائية زائد ألف ماقص سبعمائية وستة وعشرين ماقص عشر زائد ستة وثلاثين شو بنجمع شو بنجمع بجمع ثمانتلاف وسبعمائية رصيد البنك كما هو في دفاعات الشركة بزيد عليكم بيعلات اللي حصلها البنك لصالح المنشأة بنقص الشكات إيش دكتور في عندك خطأ دكتور آخر إشي خطأ شركة ناقص 36 ماقص 36 ناقص لأن الخطأ اللي لابنترحه يا جماعة خليكم معاي بس أنتو شوية شوية حكيتكم لكم مع بعض فيش خطأ في النقطة هاي تمام زائد 36 بطلع عنا هون الرصيد المعدل خلينا نجمع بس تسع تلاف الرصيد المعدل نجمعهم مع بعض يا جماعة رح يطاعم متساوية بس واحدة 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 أول حدا سألنا شو اللي منجمع عنه هو فارس ولا مين أنا أنا دكتور حمز آه حمز شو اللي سألت عنه واحدة واحدة بس نجمع نجمع رصيد البنك كما هو دفتر الشكات بعدين منطرح شو مش فاهم عليك برضو أول ايش بنجمة 8700 صحيح هذا الرصيد اللي احنا مسجلين عنه في الدفاتر تمام 8700 دولار مسجلين عنه في الدفاتر مسجليني انه حساب البنك عندي 8700 تمام بزيد اي كمبيالات حصلها البنك لصالحي ليش؟ لأنه هاي كمبيالات حصلها البنك لصالحي وأنا لسه ما سجلتها البنك سجلها عنده وأنا ما سجلتها تمام؟ وفي عندي شك بقيمة 726 دولار أنا ودهتنا البنك اعتبرت انه البنك أصرفه يعني أصرفه لصالحي الكيد انه الشك راجع بدون رصيد يعني اللي اعطاني الشك ضجج الشك ما روش رصيد تمام؟ فرجع لي اياه فأنا بقول رصيدة في البنك بدون نقص منه 726 هذول بكات زايدين أنا بكات زايدين بالأصل على عسابي على 8700 بكات زايد 726 بس طلع البنك مش محصل ليه هم بدون نقصهم تمام؟ لان البنك مااخذ مني عمولة عن إصدار الشكات بقيمة 10 دولار بدي أنا نقصها البنك منقصها بدفاتره أنا نقصها بدفاتره بعدين بعرفش اللي قصم علي عمولة إصدار ضفتر الشكات تمام؟ وفي عندنا هي خطأ في تسجيل الشك رقم 106 زدناها 36 دولار تمام؟ الآن احنا هون تطلعوا معملا ما اضطرنا نعمل الجدول اللي فوق صح؟ ما اضطرنا نعمل الجدول اللي فوق عملنا الجدول اللي فوق عساسة بيين لكم إيش هن الأشياء اللي بيجين في التسوية البنكية تمام؟ بس إذا ما جاكش بند أخطاء في دفاتر البنك بصالح الشركة مش شرط كتبه مجموعة الإضافات والمجموعة الكلة مش طالب منك ترتب هاي الطريقة تمام؟ بس أنا طالب منك تعمل التسوية تعمل مطابقة يتطابقن الرصدان مع بعض رصيد الكشف البنك مع رصيد دفاتر الشركة تمام؟ إنه يتطابقن هين عملناها بهاي الطريقة خلاص بتغني تمام؟ تغني عن الجدول يعني نشترى باي الطريقة فش داعي يعمل الجدول هل نزغيرها نزغر الخط شوي بس إذا ستشوفوه دكتور تسعة تلاف في مجموعة شو اسمه؟ آه مجموعة في دفاتر الشركة والمجموعة في دفاتر البنك تسعة تلاف تسعة تلاف تمام؟ دكتور؟ رجعش أيها خلي هون بس شوعي تكتبوهنش يا جماعة ماهن هاس لوضيكم إياه البنف لا بس لأنه بالسؤال اللي قبل المبلغ ما احناه عدلناها ماهن يا غفران يا غفران يا غفران آه عدلناها لا غفران عدلناها 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 تمام يا جماعة هاي هذا الاشي اللي بتطلق في التسوية البنكية هلا ببعث لكم الملف ملف الورد ببعثه على الـ بنزلكم إياه البوابة على الـ M-S وبنزلكم الفيديو وبعد ترجع وتحضر المحاضرة مرة ثانية أي حدا عنده استفسار يبعثه مش فاهم أنا أتأسلة كثيرة بدي أسألك بس بشاسها نخلي ليها مع بعض يعني مفاجأة جمالك يام سبرويس آس المخبار أنا بدي تفاهمنا كم شغلي بس بعدين لحالي يعني جماعة أي حدا بده استفسار أي حدا بده استفسار يبعثي على البوابة فيش مشكلة تمام؟ أو يبعثي على الفيسبوك وأنا بجاوبه ومساج صوتي فيش مشكلة تمام؟ دكتور أنا بلحب أعطي لك وحكت لي بدك تشوفه والله انشغلت انشغلت كثير ما شفتش الحل بعدين بس لسه ما طلعتش على الألقى ما أسعد على تصفيح الأسئلة والأجوبة دكتور أحكي لك إيش أنت لما تمزل إنه نحط أجوبة بتخليش مجال إلنا نحو كل مفتوح بصورة مصفتش مهجمع هذا النقاش بكل مفتوح بين جماعة الطلاب تمام؟ بس في هذا الأسبوع إن شاء الله رح ينزل واجبات كل طالب لحال وواجب ما حداش تقدر يشوف عن الثاني هذا هو المفتوح آه إن شاء الله هذا الأسبوع حدا عنده استفسار يا جماعة؟ حبيب أستاذ يلا الله يعطيكم العافية أعطيك العافية السلام السلام الله عافيك يا رمو الله عافيك من جميع السلامات Le Besities الله عافيك يا رمو الله عافيك يا رمو الله عافيك أهب شكرا